وليد جلال العالمي العالمي ده صفة ولا اسمك عندي برد في دراعي ورجلي بقى لهم حوالي 20 سنة ويمكن اكتر حيث تكون درجة عارض الجسم عادية ولكن دراعي ورجلي الشمال ساقعانين لوحدهم مش عارفة ده تخصص عظام ولا حاجة تانية فدني مفيش حاجة اسمها برد خالص في الطب يا وليد تخيل خالص يعني زي بالظبط لما تسمع واحد بيقول انا عندي رطوبة عالطحال مثلا يبقى بيهجس الرطوبة عالطحال ده طهجيس برد في حاجة اسمها كومان كولد اه واحد يرشح شوية يمين ثلاثة وعندنا سؤال في كل الطب دايما نسأل ايه الفرق بين البرد اللي هو كومان كولد والأنفلونزة يوم الوادي يبلم كده اقوله في كلمة واحدة يعني عايزين نعرف الفرق بين واحد عنده برد منخير وسايبة في الشتاء تغير الفصول واحد عنده أنفلونزة منخير وسايبة في الشتاء وفي الفصول ما الفرق في كلمة واحدة الحرارة الحرارة قال إنفلونزة التهاب فيروسي في حرارته بتعلم إنما الكومان كولد اللي هو البرد اللي احنا بدون علي ده بدون حرارة انت بتقول ايدك ساعة ورجلك ساعة مش مشكلة كبيرة جدا لكن مفيش حاجة اسمها عندي برد في ايدي ورجلي وبعد ذلك زمانك وصدعته خدوا راحة كده شوية في الفاصل قبل الفاصل كنا بنتكلم مع رحاب حسن عن آه لا ده رحاب حسن أنا لسه ما قلتش الرسالة بتاعتي كنت بكلم مع وليد جلال العالمي عن حكاية الفرق بين البرد والأنفلونزة وقلنا كلمة واحدة هي الفرق بين البرد والأنفلونزة كلمة حرارة عيان مناخيره سايبة وحاسس إنه ضر أنفلونزة وسخت بقى أنفلونزة بقى التهاب فيروسي مش سخت بقى كومان كولد اللي هو البرد العادي اللي ما إليقش